استضافة منتخب كوريا الجنوبية نظير اللبناني اللبناني عانى قبل اللقاء من الأكل يعني الأكل الكوري الجنوبي شوي صعب فكان في حل الحل شو كان برأيكم كان شيء اسمه قاسم الزين قصة الشيف قاسم مع مراسلتنا في بيروت فاتن أبي فرج قد يكون من النادر في لبنان أن تجد لعب كرة قدم يصب كل تركيزه على الرياضة ففي بلاد لم تكر سلطاتها نظام الاحتراف بعد تجد لعبين يذهبون في الصباح نحو الوظائف ويعودون بعد الظهر إلى الملاعب الخضراء بالبلد اللي نحن في باتيد هو الشغل يمكن كان هو بيأمن أكتر من الفتبول بس شوي شوي يمكن الفتبول عم يتحسن عم بيصير في احتراف أكتر هايدي الفترات فما بدأ أيام بحس أنا أنه الشغل يمكن هو اللي بدوم أكتر وبيأمن مستعب أكتر إلا إذا هلأ شوي تغيرت الأوضاع بالفتبول وتحسن أكتر وهالأمور باتيد كمستوى بالعالم الفتبول أكيد بيأمن أكتر بس بالبلد باللبنان هوني لا باتيد يمكن بحاجة أي شخص يكون عنده وظيفة حد الفتبول حتى يقدر يأمن مستعبله أكتر ويكفي فيها قاسم الزين لعب فريق النجمة والمنتخب اللبناني هو أحد هؤلاء فكيف يمزج صاحب العشرين مباراة دولية والقائد الثاني للناديه بين كرة القدم وصحون الطعام الفرنسي عم بقدر نزم وقته بين الفتبول وبين الشغل يعني فيه عم بيكون عندي وقت الصبح لو وظيفتي قد ما فيه برأي حالي بعدين بعض الظهر بيكون عندي فتبول وفي عندي وقت الراحة بالليل مع العيلة فبين الملعب والمطعم تدور حياة قاسم حول ما يطلبه الجمهور أكان كؤوس البطولات أم صحون الوجبات اللذيذة نامنا بحب أسمع رأيهم خصوصي لما يكون بيكون عم بيشتغل بالمطعم أكيد أحب أشوف رأيزة بين المحل إذا مبسوطين بالأكل لأنه هذا شيء كتير مهم ووقت تكون بالفتبول أكيد بيهمني رأيي الجمهور بشكل عام وأكيد جمهور نجمة بشكل خاص تمكن بيعرف جمهور نجمة الجمهور الأكبر بالفتبول باللبنان هي سابقة في تاريخ كرة القدم أن يحضر لعب الفريق الطعام لزملائه فهل كانت طبخات قاسم هي السبب في خسارة منتخب لبنان أولى مبارياته في التصفيات المزدوجة؟ لها مباتيب يمكن طبخاته السبب بس كان في ظروف شوي صعبة عانينا فيها هناك من السفر والتعب وهالأمور وهي بالنهاية مباراة وخلصة ما يعني ما قدمنا فيها مستوى كتير منها بس يعني بدنا ننسى هذا الماتش خلاص ماتش وخلص بدنا نركز على اللي جاية وبعد يعني هي ممكن أول مباراة أكيد كان المفروض نعمل فيها نتيجة منيحة بس ما حلفنا الحظ زل عم نركز على اللي جاية وبعد بكين يعني بعد في عنا مباراة كتير قد نحق فيها نتيجة إن شاء الله موهبة تتألق في الدور اللبناني قاسم الزين الشاف والكابتن المبدع أين محلة ولعب فاتن أبي فرج صدى الملاعب بيروت ترجمة نانسي قنقر